سهلا يلا حيّه المتحدث الرسمي لجمعية عروة يلا حيّه الله يحيّك يرغى عليك يا بابد أزيز يسعد مساك مسلّى الحاضرين والمستمعين خلف الشاشات الله يسعد مساك خير الجميع وجعل لها لحظات وقات مباركة لنا ولهم يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين أمس صراحة وأنا أتابعكم سبحان الله حلقة كانت مميزة طبعا بقيادة أبو علي وكان الحديث عن بداية خلق الخلق وجدا جميل مع أخونا فلاح نمسي عليه بالخير شهراني لما يعني جاب البدايات والأقوال وما شاء الله التاريخ جميل والله يا بوسلم بلا شك كيف كانت حلقة أمس؟ أمس بحرفينا بحارب والشيخ فلاح الله يبيض وجهه وكانت حلقة ما ودنا الحلقة مفردة له من غير قصوره في البقاء يا سلام كانت تكلمت عن أرض كبير ثم أوقعها على جزيرة العرب المملكة العربية السعودية يا سلام يعني منطلقات النبوة والدعوات والحضارات كلها من المملكة العربية السعودية شيء جميل وكلام أول مرة نسمع صحيح أيو الله أنا تابعتكم والله ما شاء الله جدا كانت حلقها ثرية بالمعلومات ويعني قد في معلومات تعاد في كل المجالس لكن كان في نوادر أول مرة يعني كنت أسمعها أمس المجلس ولا يبو علي؟ لا صحيح هذا وفيه معلومة يمكن قد تكون أنتبهوا لها المرأة متابعين ومشايخ اللي في المجلس دائما أنا كنت أقول كنا نتكلم عن نقوش الثمودية عن أيه؟ الثمودية فيقولون إنهم في جنوب في جبال الأحقاف في حضرموت وكنت أنا ضد الكلام هذا لوجود دلائل كثيرة كبيرة إنهم من أكثر الأمم اللي يمسك الكرة الأرضية اللي يهمها قومه عاد فذاك رمس الباحث في التاريخ أنه موجده نقوش الثمودية في أمريكا هذا الدليل على ما كنت أقول هنا أني قلت الثمودية إذا كان إنها في جنوب المملكة في حضرموت فهي في العالم كله لأن الله سبحانه وتعالى يقول وثمودة الذين ألم ترى كيف فعل أربك وبعاد إرم ذات العماد التي لم يخرج منها من بلا ثم ذكر على لسان هود عليه السلام اللي هو المرسل لهم قال أتبنون بكل ري عناية تعبثوا لم يحدد مكان صح ولا لا فلذلك هذا تصديق الكلام اللي أنا قلت والشيء الثاني الشيء الجديد دائما الناس يحبون التاريخ دائما الناس يحبون الماضي ويرجعون الماضي فبعلا تكلم بمنطق معقولية تكلم عن التاريخ القديم تكلم عن الرؤية 22-30 ثم تكلم عن الحضارة السابقة والحضارة الحالية في هذا الوطن وهذا العمل اللي حنا نحيش في هذا البلد الأمين أسأل الله يجزاه عنا خير وقناة ويجزاه كل خير اللي أظهرت لنا هذا المعلومات بعض المعلومات ما ندع عنها إلا أمس وصراحة أبو علي وليهون أحرابع كل يوم فضل الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس نسمع وتجينا معلومات جديدة ومفيدة ولو يعني أعيدت ذكرها لنا إلا أن نزداد فيها تثبيت وترسيل وعلم صحيح كل يوم أنت شفتها كده مرحبا ألف يفكروا ألف وبعض يحطوا الألف يحط ألف مرحبا ويحط الألف والواحد ثلاثة أصفر لكن هي الحقيقة حسب ما أنت بحث الموضوع مرحبا ألف يعني في أمان وطمئنان ألف ألف يعني منها مرحبا كل يوم نستفيد معلومات وإحنا زي ما قلت أنا اليوم للمجلس كانوا يثنون اللي هي الأخوان الغالين هم التقاعدين لكن يقولون الغالين يعني أنا تفاجأت اليوم أنه من شيء جمعية تحت شراف الدولة في الرياض اثنتين واحدة في عليشة واحدة في لبن ما شاء الله ديوانية بشراف الدولة وبرعاية الدولة والشراف المباشر عن طريقة البلدية ما شاء الله كانوا موجودين أصحاب همم سابقة جميل والتقيت بإبراهيم أبو شرارة حلو ما شاء الله تبارك الله كنا نسمع كل يوم من اللي ما يسمع أبو شرارة في الأخبار الصباحية وكان يعطي رونك وطابع خاص في برنامج المملك هذا الصباح فأنت هنا واشنا الحديث معهم كان المفروضة قاعد معهم ساعة بقيت ساعتين وقلوا لنا حل من مزيد خيرنا نشافون وقلت أقول لكم عندي قناة وهذا فكان يثنون على البرنامج يثنون على ما نقدم وإن شاء الله بعضا مننا الصطيفة في هذا القناة إن شاء الله قريب طبعا مدربنا اليوم معنا حسن الظاهري ودنا نبحر يعني في ونستفيد منه اللي يجينا ما نخليه لابد أن خبراته هاي أبو سلمان نستفيد منها يعني تدريب ودرب ما يقالب الآلاف وتعليم هذا نبغى اليوم يعطينا الخلاصة كاملة في لقاء وبإذن الله هو يستطيع يعني تقريبا يمكن اللقاء ما يكفي لكن هو يستطيع لنا يجيب لنا من الفوائد في التدريب في التعليم في التمرين يا مرح